أبديت خاص بالزومبي جاي يوم الثلاثاء القادم فيه تغييرات بالزومبي ورح يضيفه فيه جيم مود جديد كليا للزومبي فتابع الفيديو للتفاصيل السلام عليكم شباب معكم شاركي يالب شاركي كيف جاركي فيديو جديد طلعوا شباب طلعوا التفاصيل التحديث القادم لكل زيوتي بلاك اوبس 4 اللي رح يكون كامل للزومبي فيه شوية اشياء للمنتي بلاك اوت وباقي الابديت كله عن الزومبي الابديت رح ينزل بتاريخ خمسة عشر واحد اللي هو يوم الثلاثاء القادم خمسة عشر واحد ون ون فايف او واحد واحد خمسة اللي هو العنصر الزومبي فاي يعني جابوا الابديت خاص للزومبي وحطوه بتاريخ جدا جدا مناسب طيب خلو نشر رح تفاصيل الابديت اول شي رح يوازنوا الالكسر او العلكات اللي موجودة بلاك اوت فورج زومبي ما ادري شو قصهم بموازنة الالكسر بس انه رح يعدلوهم رح يضعفوا شوي يقوي شوي رح يخلوهم متوازنين اكتر ورح يضيفوا ثلاثة الالكسر جداد فشي حلو انه على ايام بلاك اوب 3 كانوا مع كل دي ال سي ضيفوا على مقاضن الاربع ولا خمسة علكات هو نزل دي ال سي ومشوفنا ولا شي جديد فرح يضيفوا ثلاثة الالكسرات تتوقعوا ببركاهوليك تكون منهم خلنا نستنى ونشوف فاوكي فرح يضيفوا الالكسر جداد ورح يوازنون الالكسر هاد اول شي تاني شي الالوان يلي بالمالتيبلاير دارك ماتر الجولد الالوان اللي تشتريها من البلاك ماركت كلها رح تجي على الزومبي فازا نطلع ايلو من الملتيبلاير ايلو من البلاك ماركت كله رح ينضاف للزومبي والبلاك اوت فأوكي هاي الشي حلو فها اول شيئين بالأبدات الشي الاخير الاهم شي انه رح يضيفه جيم مود جديد اسمه غونتلت للزومبي او القفاذ فغونتلت اللي شايف فيلم افينجرز انفينيتي وور القفاذ يعني حط في كل احجار اسمه الانفينيتي غونتلت فالمهم رح ينضاف جيم مود اسمه غونتلت او بالعربي القفاذ خاص بالزومبي ورح يبدأ بماب طبعا الشركة ما زكرت تفاصيل التحديث بس بشهر عشرة من يعني اول اسبوعين تتسابيع من نزول اللعبة في واحد دخل بملفات اللعبة ومن شهر عشرة من شهر اكتوبر 2018 واحد حكي انه فيه جيم مود اسمه غونتلت موجود بمعلومات اللعبة بالبيسي ومكتوب شرح كامل لشي هو الجيم مود فايه تقريبا فينا نعرف شو هو الجيم مود رح اشارح لكم اياه حاليا فيعني تنبيه حرق نوعا ما اذا واحد ما يعرف شو التفاصيل بيفوت ويجربها لأول مرة ويكتشف اه خلاص لا تكمل فيديو اذا تبي تعرف التفاصيل وتتحمس شوف الفيديو وكمان شي بسيط ممكن يغيروه لانه منذ تلكم التفاصيل هاي كانت موجودة من شهر عشرة يعني تعريبا من ثلاثة الشهور بس انه كان اسمه غونتلت وفيه كتير اشياء وما شفنا شي اسمه غونتلت لحد اللحظة فايعني 99% نفس التفاصيل لح تكون موجودة ممكن مع شوية التغييرات فالتفاصيل كانت كالتالي جيم زومبي عادي bank مفتوح وفينك تفتح كل شي وتسوي خطوات وكل شي مو نفس الراشراش انه هم بيفتحوله كل شي لا اكاد بين كلاسيك زومبي جيم راح يكون الجيم متكون من 30 راوند انه توصل راوند 30 خلاص ينتهي الجيم كل راوند راح يكون فيه تحديات كل راوند راح يكون فيه تحديات لازم تسويها تحديات معينة لازم تسويها بوقت معين فحكوا انه الماب رح يبدأ ما رح يحطوه على كل المابات فالظن انه كل ماب الو التحديات الخاصة فيه فهذا الشي حلو صراحة انه لو كانوا حكوا ايه جيم متجديد على كل المابات ايه رح نعرف انه تحديات رح تكون فين تناسب المابات كلها وانه ايه يجيبوا عشرة اه ادبح خمسة لا بس حكوا رح يبدو بفوج او دي سبير لانه واضح من التحديات انه كل ما كده تحدياته الخاصة فمثلا في خطوة اللغزة اللي فيها كواكب بالسماء فمثلا يحكو لنا انه يلا هالراوند تحدي اه صيب صيب هالكواكب المعينة بهالترطيب المعين مثلا بعدين خطوة من خطوات او تحدي من تحديات انه اه الوحش طبع البوس الاخير هاي العين الزرقة رح يودونا كلنا على هالمكان في هالوحش لازم انفوزه يكي يكون هاد اخر تحدي مثلا يعني فالمهم كل راوند في تحديات ولو ما سوينا ثلت تحديات game over فانه كل ما يزيد الراوند رح تزيد آآ رح تزيد صعوبة التحديات ولما نوصل راوند عشرة عشرين وتلاتين عكل راوند عشرة يعني اول اول عشر راوندات راح يعطونا هدية معينة يعني كم راوند عشرة يعطونا سلاح الماب نطور او شي بنا الكلام. راوند عشرين راح يعطونا كمان يعطونا هدية معينة مع ميدالية ما ما فهمت شو اظهر بالميدالية كاعدمين بالانجليزي انه براوند عشرة اه سبيشال ريوورد هدية اه هدية معينة اند اميدل ميدالية اظهر ممكن انه خلصت الخلصت الخلصت التحديات بوقت معين في رح بنهاية العشر راوندات رح يعطوك ميدالية برونزية فضية دهبية او دايموند انه مدى سرعة خلصانك للتحديات وهل سويت كل التحديات ولا بهالعشر راوندات اه اجاك الانزار لاicsر الاولي انك ما خلصت تحديات فازن هذا ازهرهم بالميدال انه باول عشرة راوندات يقيموك انت العشرة تحديات الدول سويتهم بمستوى ذهبي مسلا ورح يعطوك هدية وهي ويند اوفم او الشي يساعدك تكمل بعدين على الروند عشرين نفس الشي رح يھهيه معينة وميدال بعدين على الروند 30 وبارين كانت بيتنا مط luminة سويتك هدية معينة وميدال بس كانت ب COPیں كمان انه thời sontside هدية عانية النهايonde بس نستنى ونشوف. فايه واضح انه جيم مود رهيب انه متى تلكم بشغل تحديات اللي يلعب كان مبني على التحديات. فانه ايه هون كل راون تحدي. اه كل ما بقوله تحدياته الخاصة فيه. اول اسبوع حيبدأ بفوجي بسبير. يمكن بعدين اي اكس بلود كلاسفايد. فشي حلو انه محطوا الجيم مود على كل المابات مرة واحدة. شي صراحة جدا جدا فرحني. لانه يعني راح نتحمس. اسبوع القادم يلا الحين نزل جيم مود على اي اكس. واضح انه جيم مود. اه جدا جدا خرافي. مو نفس رش شغل تسليك. لانه الجيم مود موجود بتفاصيل او بمعلومات اللعبة من شهر عشرة. وما حطوه الا الحاليين لشهر واحد. فواضح انه كان الجيم مود عندهم جاهز بشهر عشرة. بس قاعدين يعدلوا عليه قاعدين يضطوه قاعدين يعدلوا عليه هل ثلاث الشهور. وحاليا صار عندهم جاهز بشكل كامل يحطوه. فواضح انه شي متعوب عليه. فيا شباب هل في دليوم. اتمنى ان اعجبكم. اتمنى ان اعجبكم. اتمنى ان هذا الفيديو لا تنسوا. اتمن شكونا بالكومنت. شو لا لكم هل ظنوا الجيم مود حلو ولا شغل تسليك. انا ابي من الشركة شي واحد بس. يحطوا اعلان عقناة كولف ديوتي. حاليا اعلان يحكو لنا فيه انه فيه اليكسر جديدة. اي يحطو لنا اعلان للجيم مود الجديد. نبي الماركتنج للزومبي يرجع نفس اول. يعني باقي خمسة ايام. اتمنى يحطوا اعلان. اتمنى. يا كم حد يحكي بشار خلاص تبي تلعب ولا تبي تشوف اعلان بس. معك حق انه خلاص اهم شي اللعب. بس اعلان يحم حمسنا اكتر. اعلان يحمس الناس اكتر. لا الحين. لما كنت قاعد العبه مسوي بيت مباشر. نصر الكومنتات تقول اما ما تنزل ماب. ما حد يدري. فمشانيك نتمنى نشوف اعلان هالكم يوم. ولو في اعلان راح احمل عنه فيديو على طول. فاي بس. كماكم شاركي يال وشاركي كيش. كم ديهاد تاني ان شاء الله. مع السلام. اشتركوا في القناة